أول سعيد الشن قريحة وأسعد باستضافة الخبير في شأننا الأمني أحمد ميزاب أهلا بك سيد الفاضل شكرا على تلبية الدعوة شكرا إذن خلينا آخر تقرير كنا تبعناه ستكون انطلاقتنا من هناك فرنسا تخرج من شمال مالي نحو النيجر يعني اليوم بغض النظر عن نجاح المهمة أم فشلها مهمة برخان يعني ميدانيا الخروج سيترك طبعا فراغ هذا الفراغ في رأيك خصوصا ونحن نستمع هذه الأيام عن عودة نشاط بعض الجماعات الإرهابية نتكلم عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومنطقة الساحل هذا الأمر سيشكل ضغط على الجزائر كيف يمكن بقراءة أمنية نتحدث عن ذلك؟ دخلني أولا نقرأ قراءة موضوعية للمشهد الأمني بصفة عامة الانسحاب الفرنسي من مالي لم يأتي في إطار تقييم إيجابي للوجود الفرنسي في مالي بقدر ما أنه التقييم السلبي بتعاقب العمليات العسكرية التي خاضتها فرنسا في مالي نقطة ثانية أن هذا الانسحاب جاء أولا بدافع بأن الشعب المالي وكذلك السلطات المالية أشهرت ورقة الخروج أمام القوات الفرنسية وعبارت بشكل واضح وصالح وغير مسبوق برفض الوجود العسكري الفرنسي على الأراضي المالية المستوى الثالث كذلك أن هذا الانسحاب التكتيكي أقول بين قوسين للقوات الفرنسية من مالي جاء كذلك في ظل تزايد حجم الصراع الدولي حول منطق النفوذ في منطقة السحر وبالخصوص في مالي في ظل التمدد الروسي وتراجع النفوذ الفرنسي وهذا ما أجبر الفرنسا بأن تتراجع إلى الوراء وتنقل مركز عملياتها إلى النيجر بحيث أنها تستطيع أن تدير المشهد الأمني عبر المحاور التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية لأنه من الناحية الثانية كذلك حينما نتحدث على الإرحاصات والتحديات الأمنية المطروحة اليوم في المنطقة وبالخصوص في مالي في ظل أولا تنامي التهديدات الإرهابية وتزايد حجم العمليات الإرهابية واشتداد كذلك المؤشرات في إطار انتشار الجماعات الإرهابية لأنه اليوم نحن لا نتحدث على تنظيم واحد ينشط على الأرض بقدر ما أننا نتحدث على عدة تنظيمات نتحدث على تنظيم القاعدة بأفرعها نتحدث كذلك على أنصار الإسلام والمسلمين وإن كان هو امتداد لتنظيم القاعدة نتحدث كذلك على تنظيم داعش في منطقة الصحراء ونتحدث أخطر من ذلك هو التحالف القائمة بين الجماعات الإرهابية وتقاسم الجغرافية على الأرض ما بين الجماعات الإرهابية في مراكز النشاط والمؤشرات الأكثر وهو التحول في شدة الهجمات الإرهابية مؤخرا نتحدث في تقارير على استخدام طائرات دونطيار في إطار تنفيذ هجمات الإرهابية إذن نحن نتحدث كذلك على هذا التحدي ومن يرعى هذا التحدي وتوظيفه في إطار أجدد انطلاقا من ذلك أعتقد بأن الجزائر تحركت في إطار خطوة استباقية على مستويات ثلاث المستوى الثنائي في إطار تنصيق مسترك ما بين مالي والجزائر خاصة في إطار تفعيل وتحريك الورقة السياسية للتعجيل بصناعة الاستقرار السياسي الذي يسهم بشكل كبير جدا بالتفرغ للمعادلة الأمنية المستوى الثاني على المستوى الإقليمي في إطار طرح ورقة لبناء مقاربة إقليمية يمكن من خلالها الحد أو على الأقل محاصرة هذه التهديدات الأمنية المتنامية في المنطقة والتي تتغذى من حالة الاستقرار السياسي ومن حالة الفوضى ومن حالة الصراعات الموجودة ومن كذلك التواجد الأجنبي على الأرض وعلى المستوى الثالث وهو الدعوة إلى ضرورة تبني مقاربات دولية في إطار تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته اتجاه القرى الإفريقية وتجاه هذه الدول في إطار مرافقتها من أجل الخروج من هذه المخاضات السياسية الأمنية المعقدة ويضاف كذلك على المستوى الجزائري وهو تعزيز مقاربات الأمنية المتعلقة بأمن الحدود وكذلك الاستمرار في مجال محاربة الظاهرة الإرهابية وهو ما ترجمه حتى كذلك السيد فريق أو رئيس أكان الجيش الوطني الشعبي من خلال المحاضرة التي قدمها بالأمس ومشاركته في المؤتمر العاشر الدولي للأمن بموسكو بحيث أنه صغى تقريبا ثلث محاور أساسية لثلث مقاربات جوهرية في المنطقة لأنه اليوم الحديث على الانسحاب الفرنسي وكأنه الحديث على أن فرنسا سلمت بالأمر الواقع وانسحبت وهي تعد نفسها إلى العودة إلى أراضيها هذا منافي تماما للحسابات والأطرحات الفرنسية فرنسا انسحبت تكتيكيا وهي تشتغل على إعادة ترتيب أوراقها وعلى إعادة كذلك التنظيم المحاور الأساسية لإستراتيجيها ويتعمل حتى كذلك على التحضير لعملية أمنية يقال بأنها الأوسع مقارنة بالسنوات الماضية وبالتالي هي تحاول أن تتحرك في إطار الاستثمار على الأمور الموجودة على العرب ولذلك يستوجب أن يكون هناك تسريع وتيرة المقاربة السياسية في إطار تسويت الأزمات بالمنطقة ومنها السير نحو بلورة معادلة أمنية واضحة المعالم لمواجهة التحدي الإرهابي الذي استفحل والذي كذلك كشر على أنيابه والذي يسير بمؤشرات وبمنحنايات خطيرة تعطينا التصور بأن ست أشهر المقبلة نشهد فيها مشهد أمني معقد بشكل كبير جدا طيب بما أننا نتحدث عن انسحاب فرنسا من مالي وتوجهها إلى نيجر نفتح نقطة متعلقة بالتوجهة الإفريقي في مجلس الأمن هو مجحف وهناك مطالب عديدة بعدد النظر في ذلك دعني نقول أولا أعتقد بأن الحضور في مجلس الأمن أو حتى كذلك على مستوى الهيئات الدولية والأممية هو مربوط كذلك بالحسابات السياسية إذا كان الوضع السياسي هش لا يمكن أن نتحدث على أنه ينعكس في التجمعات الدولية وكذلك الإقليمية للأسف نحن نتكلم على واقع إفريقي يشهد الكثير من التعقيدات ويشهد الكثير كذلك من حالة الضعف أو على أقل حالة الاحتباس السياسي في المواقف السياسية وهو ما يترجمه عدم الوجود ذلك الموقف الصارم والصريح هو كذلك الذي يفرض المواقف على المستوى الدولي لذلك نعود دائما إلى الأصوات التي رفعت في السنوات الأخيرة من خلال الحديث على أن المقاربة تسوية الأزمات إفريقيا إفريقيا لأنه ندرك جيدا على المستوى الدولي لا يمكن لنا أن نحصل على ما تحتاجه القارة الإفريقية بل نحن نحصل على ما يريده الأقوياء من القارة الإفريقية وحتى كذلك المطالبة بوجود وقع الدائم بمجلس الأمن هو حتى يكون هناك امتلاك لأدوات القوة التي يمكن من خلالها الضغط وفرض كذلك المواقف التي تسهم بشكل كبير جدا في إسناد ودعم القضايا الإفريقية لأنه لما نتكلم على من يرافع لأجل القارة الإفريقية سوف نجد دول تحسب على أصابع اليد الواحدة والتي تجهر بمواقفها وترافع لأجل مقاربات واضحة عادلة إلى غيرها وبالتالي نحن اليوم نتحدث على أنه لا يجب أن نراهن على المواقف الصادرة داخل الهيئات الأممية أو الدولية بقدر ما أنه علينا أن نراهن على المقاربات التي تنتج محلينا التي تنتج داخل القارة الإفريقية والتي ترتكز على المقومات والقدرات القارة الإفريقية مع إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في إطار دعم القارة الإفريقية من أجل مواجهة مختلفة الأزمات لأنه في المحصلة من الذي يدير هذه الأزمات ومن الذي يستفيد من هذه الأزمات سوف نجد بأن المجتمع الغربي والأكثر استفادة لما نتكلم مثلا اليوم على الوضع الأمني الاقتصادي السياسي الموجود في منطقة الساحل الإفريقي السؤال الأول من الذي يستفيد من هذه الأزمات سوف نجد بأن فرنسا المستفيدة الأول أولا لأنها وضعت قدم من خلال استثمار في حالة الاستقرار وتوظيف الورقة الأمنية من أجل توطيد أقدامها من خلال وجود العسكري في المنطقة وبدليل قرجت من ماري لكنها انتقلت إلى النيجر وبالتالي نحن نتحدث على أنها لم تسلم في مناطق النفوذ التقليدية المستوى الثاني من الذي يستفيد كذلك من حالة الاستقرار السياسي أو البناء السياسي الهش كذلك هي الدول المتدخلة عسكرية لأنها دائما تريد أن تنتج قيادات سياسية ضعيفة تستطيع من خلالها إدارة مصالحها من الذي يستفيد من الثروات والخيرات الاقتصادية ويؤدي إلى غياب مفهوم التنمية الذي يغضي التعقيدات الأمنية هي كذلك الدول المتواجدة عسكرية والمستفيدة السياسية هي التي كذلك تستفيد اقتصادية آليا اليوم علينا أن نطرح الأوراق كما هي وأن نتكلم بلغة واضحة وصريحة بأن شتانا بين مثلا المقاربة التي تتحدث عنها الجزائر والمقاربة التي تتحدث عنها فرنسا الجزائر تتحدث عن مقاربة السلم والتنمية في إطار تسوية الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية فرنسا تتحدث على توظيف اللغة العسكرية من خلال الفزاعة الأمنية لإبقاء على التحكم في المشهد السياسي والأمني من خلال مشهد استقرار هش غير دائم وغير مستديم وبالتالي علينا اليوم أن نتكلم بلغة الواقع بأن الوجود الأجنبي أو التدخل العسكري الأجنبي أثر بشكل كبير جدا على استقرار المنطقة غذتنا من الجماعات الإرهابية لم يسهم في سياغة مقاربة حقيقية لتسوية الأزمات اليوم علينا أن نعود إلى الأصل في ذلك من خلال مناقشة واقعية لذلك الكل اليوم يتحدث على ورقة الجزائر على اتفاق الجزائر كورقة مرجعية من أجل تسوية الأزمات والخروج من النفق المظلم والتوجه نحو تسوية حقيقية تؤسس لمشهد سياسي مستقر تؤسس كذلك لمعادلة اجتماعية متماسكة تسهم بشكل كبير جدا في سياغة مقاربة أمنية واضحة المعالم في إطار مواجهة كل التحديات الأمنية بالدعم الإقليمي وكذلك الدولي نحن نعود إلى تصريحات الفريق أو السعيد شنغريحا يوم أمس دعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتقوية القدرات العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب أصبحت منها العديد من الدول الإفريقية وكذلك الأوروبية سؤالي لك كيف تجسد دور الجيش الوطني الشعبي في ذلك خلينا نقول أولا قراءة أولا التدخل الذي قدمه سيد فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في المؤتمر العاشر للأمن الدولي بموسكو هو تضمن ثلث وحدات أساسية تشكل أرضية لثلث مقاربات يستوجب العمل عليها أو ترافع لأجلها الجزائر على أقل في الآويناء الأخيرة باعتبار أنه تحدث على مقاربة أولا في ظل الرهانات العالمية والتحولات العالمية إفريقيا تشكل أحد المرتكزات الأساسية لمواجهة مخلفات التحولات العالمية لكن بشرط أن يكون هناك مبدأ صناعة الاستقرار في القرى الإفريقية ومرافقة القرى الإفريقية المستوى الثاني تحدث على التحدي المتعلق بالإرهاب العابر للحدود وتحالف مع الجريمة المنظمة وكيفية بلورة وسياغة مقاربات في إطار مواجهة هذا التحدي واستند على التجربة الجزائرية وعلى كذلك الخبرة الجزائرية في هذا المجال المستوى الثالث تحدث في إطار منظور الأمن القومي على مسألة مهمة غيبة وتغيب في كثير من الطروحات وهو الأمن الإنساني في معادلة صناعة الاستقرار ومواجهة مختلف التحديات العملية لما أعود إلى المحور الثاني الذي تحدثت عليه وهو تجربة الجزائر خلينيقول بشهادة التقارير الدولية بشهادة أكبر دول العالمية التي تخوض خروبا في مجال محاربة الإرهاب واستندت على التجربة الجزائرية وتبادلت الخابرات مع التجربة الجزائرية الجزائر تشكل اليوم قطب من الأقطاب الدولية مصدرة لمقاربات أكثر تقدما في مجال حرب على الإرهاب لأن التجربة الجزائرية لم تنحصر فقط على ما وجهته الجزائر في فترة التسعينات القرن الماضي وإنما كذلك اتسعت ذلك في إطار بلورة مقاربات مختلفة تتماشى وتطور الظاهرة الإرهابية والسياقات والمصارات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية وهو ما يؤكد في كل مرة الجزائر تتحدث بخطوة استباقية في هذا السياق أخرها التقرير الأمريكي الصادر عن مهد أنتربرايز الأمريكي الذي تحدث على نجاعة المقاربة الجزائرية وارتكز على عنصرين أساسيين عملية الاستباقية والعنصر كذلك الشعبي والجماهيري في هذا المجال لكن خليني يقول الجزائر تبنت مقاربة متكاملة فيها مبدأ شمولية باعتبار أنها ركزت على الجانب الأمني وغذته بالجانب الاجتماعي من خلال خلق بيئة رافضة غير حاضنة للجماعات الإرهابية وساندت المقاربة الاجتماعية بالمقاربة التنموية باعتبار أنها ثلاثية تشكل معادلة أساسية في صناعة الاستقرار وفي مواجهة هذه الظاهرة أن الجزائر انطلقت أولا في المسلمات التي أسست من خلالها مقاربة الحرب على الإرهاب من مسلمة ضرورة تشفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية واشتثاث هذه الظاهرة من جذورها بمعنى معالجة المنطلقات والجذور لنصل إلى تحقيق نتيجة تتسم بمبدأ الديمومة وانطلاقا من ذلك الجزائر في كل مرة حينما تتحدث على هذه المسألة إقليميا وحتى كذلك الدولين تتحدث على ضرورة معالجة الأسباب والمنطلقات والقواعد الخلفية التي تؤدي إلى بروز هذه الظاهرة وإلى تنامي هذه الظاهرة وإلى تمدد هذه الظاهرة ولذلك نحن نتكلم على تجربة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المسببات والمنطلقات والطورات أو محطات التطور والسياقات والمسارات وكيفية انحصارها وكيفية التحكم في هذه المقاربة لذلك كان التركيز في ذلك من خلال الكلمة التي قدمها سيد فريق أو الرئيس أركان الجيش الوطني شعبي هو الاعتماد على التجربة الجزائرية والدعوة إلى أن الدول لوحدها في ظل الأجيال المتقدمة لظاهرة الإرهابية لا يمكنها أن تحارب الظاهرة الإرهابية إنما نأخذ نموذج دول الساحل لا يمكن أن نعتمد على دول لوحدها تستطيع أن تواجه هذه الظاهرة بقدر ما أنه يجب أن يكون هناك إسناد ودعم من قبل المجتمع الدولي من قبل مقاربات إقليمية تسهم بشكل كبير جدا في مواجهة هذه الظاهرة ومحاربة هذه الظاهرة لمجموعة كذلك من الاعتبارات ولذا قلت بأن هذه الكلمة تضمنت على الأقل ثلث وحدات لثلث مقاربات جوهرية وأساسية يمكن من خلالها سياغة رؤية متكاملة في مجال مواجهة التحديات الأمنية المتعددة الأبعاد التي تعرفها سواء كالمرقارة الريفقية أو يعرفها كذلك العالم اليوم الجزائر أمام حتمية فرض قوتها هذا من جهة من خلال المحافظة على أمنها وكذلك تحقيق الأمن الغذائي والأمن الاقتصاد فرأي كيف يمكن ذلك؟ خليني يقول أولا اليوم الجزائر تتحدث بمنظور التفكير الاستراتيجي في إطار أولا تحديد التحديات وبلورة الاستراتيجيات التي يمكن انتهاجها في إطار مواجهة مختلف التحديات التي نواجه في ظل تحولة علامية وكذلك إقليمية وبدليل بأن الجزائر كانت سبقة في الحديث أو تحديد مستويات أساسية على مسألة مواجهة تحدي الأمن المائي وبدليل بأنه سيد رئيس الجمهورية عدل في وزارة الموارد المائية وتحولت إلى وزارة الموارد المائية والأمن المائي بمعنى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في ظل التحولات الحاصلة وفي ظل كذلك التغييرات المناخية التي تلقي بظلاليها وحتى كذلك سيد فريق أول تحدث على هذه المسألة بشكل مباشر وبشكل كذلك المباشر انطلاقا من ذلك الحديث على الأمن المائي مرتبط بالضرورة كذلك بمعادلة أخرى في إطار مفهوم الأمن القومي وهو الأمن الغذائي ونحن نتحدث في ظل مثلا الأزمة الأخيرة اليوم التي تحدث بين أوكرانيا وروسيا أصبح الحديث على الأمن الغذائي يلقي بظلاله خاصة في القرى الإفريقية في ظل الاثترابات التي تعرفها سوق القمح في ظل كذلك الاثترابات التي تعرفها سوق الغذاء في العالم انطلاقا من ذلك الجزائر تسير بإطار خطوات استباقية لبناء مقاربات متكملة تعزز من مقاومات الأمن القومي في سياق أولا الأمن الغذائي وبدليل تقرير وكالة الأمن المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي يتحدث على تصنيف الجزائر في المركز الأول إفريقيا لمدة سنتين متتاليتين بمعنى أن هناك نهج مسطر وفق رؤية استشرافية لتعزيز مقاومات الأمن الغذائي في ظل حالة الاثتراب في الساحة الدولية النقطة الثانية كذلك في ظل الرهانات الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بعدم الاستقرار في سوق الطاقة الجزائر كذلك تعزز مواقحها وهي تستفيد من هذه المعادلة أولا في تنويع شراكائها في كذلك تعزز مواقفها الدبلوماسية وفي كذلك طرح مقارباتها في هذا السياق لذا نحن نتكلم وبدليل ترجمة حتى كذلك سيد رئيس أركيال الجيش الوطني الشعبي حينما عدد بصفة عامة مقاومات القارة الإفريقية وهو يعكس بذلك إدراك الجزائر لأهمية هذه العناصر في بناء معادلة أساسية والجزائر اليوم التي تتحدث بأنها تبحث على موقع لها في المعادلة الدولية باعتبار أنها تمتلك الإمكانات والقدرات والمميزات وسارت في هذا السياق من خلال مجموعة من المؤشرات التي سلطت عليها الأضواء مجموعة من المعاهد والمراكز الدولية وأكدت بأن الجزائر تريد أن تأخذ مراكز متقدمة في القواعد العالمية وهي تستفيد أولاً من وضع الإقليمي الحاصل باعتبار أنها تلعب دور إقليمي متقدم على مستوى صناعة الاستقرار في المنطقة على المستوى القاري كذلك تتحرك في أروقة الاتحاد الأفريقي وهي ترافع لمقاربة متكاملة في النهج الاقتصادي وكذلك في مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في القرى الإفريقية وعلى المستوى الدولي في إطار إضفاء مبدأ الشفافية والعدالة على المستوى النظام الاقتصادي العالمي وحتى كذلك المؤشرات الأخيرة في الحديث على إمكانية دخول الجزائر إلى البريكس فهذا في حذته مؤشر من المؤشرات الأساسية بأن هناك تفكير استراتيجي متكامل برؤية كذلك بعيدة المدى تتخذ مجموعة من المؤشرات في سياق تأزيز هذه المعادلة وهي نحن ندرك أهمية الحروب المستقبلية الغير التقليدية الحاصلة كما تفضلت سيدة ميزة بحل أن الجزائر لدى الجزائر مقربات مختلفة لا تركز فقط على شق أو مجال واحد في رأيك كيف ستحقق أو تحقق مبادرة لم الشمل مع الشركاء الاستراتيجيين في مكافحة الإرهاب لا خليني نقول أولا بأن الرؤية الجزائرية هي رؤية ذات بعد شمولي وكذلك رؤية غير محدودة وغير كذلك مقتصرة لا بالحيز المجالي ولا كذلك بالحيز الزمني وإنما هي رؤية تواكب التطورات الأمنية الحاصلة ورؤية كذلك لها القدرة على الاستشراف في مجال التحولات الأمنية وهذا ما مكن الجزائر في بلورة مجموعة من المقاربات في إطار استباقي وصدرته على المستوى الإقليمي وحتى كذلك على المستوى الدولي ولذلك خليني نعود على الأقل الورقة التي قدمها سيد رئيس الجمهورية في القمة الإفريقية الطارئة بملابو حينما تحدث على معادلة الحرب على الإرهاب من خلال مرتكزات سبعة أساسية شكلت رؤية متكاملة للجزائر في سياق أولاً أنها جمعت أولاً بين المقاربات المحلية الوطنية مع المقاربات الإقليمية والمقاربات المتعلقة بالمجتمع الدولي في إطار تحمل المسؤوليات وبالتالي نحن نستوعب من ذلك بأن الجزائر التي تدعو دائماً إلى توحيد الصفوف وإلى كذلك توحيد المقاربات وتصييب الرؤى في زوايا محددة معينة هي تمتلك الأدوات وتمتلك كذلك المقاربات التي تسهم بشكل كبير جداً في تعزيز هذه المقاومات لمواجهة مختلف التحديات الحاصلة الخبير في شأن الأمني أحمد ميزاب أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى مشاركتك لنا أيضاً هذا النقاش شكراً إذن مشاهدنا نواصل لأخبارنا نمر إلى